اشتركوا في القناة اشوفه يعني انتهى الطفل ظليت تقريبا اربعة يام اربعة يام الطفل وقع فرد نوب بعد اذا ما يقدر يحرك فرد نوب دزني على دكتور بسليمانية وديت لسليمانية اخذت العلاج قال من قال لك بيضمور على الدماغ قلت لا والله دكتور بالرمادي قال لي ما بيضمور الدماغ بس انتو مأذيني بالعلاج العلاج اذا حل اذا الطفل هذا ما يتحمل منطينا علاج ومنطينا جرعة يعني ناهيتها لازم يدخلوه مش تشفي اخطاء طبية وتشخيصات غير صائبة تزيد الطين بالله على بعض المرضى وتنهي كوذويهم ماديا دون الوصول لنتائج الشفاء فدخلت المستشفى لمدة يمكن تقريبا اول مرة شهر شهر اقل نفس الشي انطوني انطوني ابر بالليلة ثلاثة ابر الابرة تقريبا مية وخمشة وخمسين الف كل يلة تقريبا ضلي الشهر حطيت تقريبا اطناعش مليون وثلاثة عش مليون للمستشفى وانطيت اياه قال ها هي اروح شهر وارجع ضليت هنا فمر رجعت ورش نفس الشي رجعت يعني طفل للأشوء مول الأحسن فارجع خابرته قال جيب لي اياه وديت لي اياهم دخل المستشفى تقريبا زمن ايام وها مضربه ابر من ضربه ابر يضرب ابر عادي يستعدل بس من ينتهي المفعول ما الابرة يرجع نفس الشي لمدة ثلاثة ايام وقال لها دكتور وقف قال ها قلت لها قلت لها تنطي ابر بعد مجرد مسكنات جاء تنطيه نصحه بعض الأطباء التوجه خارج البلاد لكن الأبوة مناعته من التوقف والبحث عن حلول سريعة قبل أن تبوء بالفشل من قبل ما طلعت لاربيل لجاني دكتور من سليمانية قال كاكا راح اقول لك بس راح تزعل علي قلت لها توضل دكتور قال علاجه ليس بالعراق قالت ها راح نام ونجرد تاخذوني فلوس من عندك ونطونك مشكنات راحت لاربيل ذكروا لي دكتور باربيل راحت له ظليت هم طبيت علي وظليت تقريبا اربعة ايام من دكتور باربيل منع شوية شان يقول لي خد تحالي التحليل اخذه بالتلاثمية كل تحليل يصير ثلاث تحالي تلاثمية وستين الف وراء التحالي شان يقول علاجك مو بالعراق لشون دكتور قال علاجك بتركي هاي وراء تقريبا ثمانت شهر محاولات اخرى مع وزارة الصحة تتوج بالفشل راحت البغداد راحت المدينة الطب لجنة طبية راحت الوزارة الصحة ولو خنحشيها بالعام راحت قابلت الوزير من حجشيها توية قلت له ماكو علاج ماحشوية يعني من حجشيها توية ما فردناه بس مجرد كتاب وطلع ددت لي خمسمائة الف وتكلفة العلاج بتركيا تقريبا تكلف بالمئة وعشرين ورقة كاغلب الحالات المرضية التي تصرها عسر الحالة المناشدات آخر الكي والله العظيم ما عندي وظليت وهي شو الآجار بعد ما اقدر عليه ظليت وهي ظليت تقريبا سنة عالجة راحت المدينة الطب قال له العلاجة مو بالعراق قلت لأدرم مو بالعراق بس رجع لي كتاب للوزير خاني يطلع للخارج ما نطعني كتاب أخير شي علاجة بتركيا وقالت هالعلاجة بتركيا بسطنبول مستشوى أكتيف والله العظيم ما عندي يشهد الله فهنا الناس الخيرة اللي بهيت يعني أنا ما ادرش اقول لهم ممنون منهم أخوتي وخوالي ما قصروا ويايا ساعدوني بس تكلفة العلاج قوية المبلغ ضخم فشوفت عينكم هاي حالة الطفل وعلاجة موجود يوم عن يوم الطفل جع يذبل شوفت عينكم هذا الطفل بعد حلقة ما يقدر يفتح ايدي هاش يقول للدكتور استعجل يقول استعجل يجيب لي اياه فمناه يعني المبلغ ضخم من ينجيبه